الأسرة الواجب فيها أنها تقوم على التعاون على تراهم على احترام متبادل على حقوق وواجبات على عدم العنف وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه وهو ده الهدف من حملتنا احنا ملاحظين الفترة الأخيرة أن العنف شوية زاد مع أن المفروض قيمنا وتاريخنا والحس الحضاري اللي عندنا كمجتمع حتى الحس القيم اللي عندنا اللي هو منبثق من دين بيأمر بالرحمة والإحسان والسماحة والعطف كل حاجة بتشمل حياتنا كلها محاطة بالسياج من العطف والرحمة والحكمة إيه اللي خل العنف طغى علينا؟ أو نلاقي العنف أحيانا بيسمع كتير جدا في بعض المواقف ليه؟ هل يطرى لجوء الإنسان للعنف سواء في النسق الصغير اللي هو الأسرة أو في النسق الكبير اللي هو المجتمع معناه أنه مش فاهم يتصرف إزاي؟ هل معناه أنه مثلا كان واجب يتعلم بشكل معين؟ هل معناه مثلا أنه مش عارف يوجه السلوكه أو يوجه أفكاره؟ هل نقدر نقول أنه فيه حاجات معينة أسائت لفكره وزرعت فيه تصرف غلط أو سلوك غلط؟ ده نحاول نعرفه مع بعض إن شاء الله من خلال الفيديوهات الفترة اللي جاية لكن خلال نفتكر دايما أن العنف مش من دينا العنف مش من قيامنا العنف مش من حضرتنا بالعكس إحنا عندنا نصوص لو إحنا قرأناها كويس وفرناها كويس نفهم جدا 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 أنه دينا دينا الرحمة والمفروض برضو مجتمعنا مجتمع الرحمة وحضرتنا حضرت الرحمة وكل سلوك لنا المفروض ينطلق من هذا المنطلق شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أول ما تفتح المصحف تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله أي حاجة تانية معيننا أسامة ربنا كتير لكن بسم الله الرحمن الرحيم وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعلم أم المؤمنين عائشة بقولها إيه يا عائشة إن الرفق لا يوضع في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه يعني الرفق لو موجود في حاجة يبقى بيزينها ويجملها ويكملها ولو تشال الرفق من حاجة يبقى يعين الحاجة دي خلاص إيه مش كويس فيه كمان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطي على الرفق يعني الأجر والثواب والعطاء يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه يعني عشان بس محدش يفتكر أن العنف ده مطلوب لا العنف مش مطلوب أبدا ولا حاجة بل العكس المطلوب السماحة والعطف والليونة والحكم حتة جميلة جدا هاختم بيها من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان نتعلم وإن شاء الله نشوف الخير في الفيديوهات اللي جاية هو إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يكون يريد الخير لأهل بيت لأسرة صغيرة اللي هي نواة المجتمع يدخل عليهم على الراجل وعلى الست وعلى الولاد وعلى الأرحام كلهم يدخل عليهم الرفق معناها من مفهوم المعاكس أنه لو نزع هذا الرفق يبقى معنى كده أن هذا البيت بما فيه من زوج وزوجة وأولاد فيه حاجة غلط محتاجين يعدلوها